اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ان العام الجاري 2017 شهد تسجيل اكثر من 7000 شركة تجارية جديدة واكثر من 9000 مؤسسة فردية جديدة مع اصدار 500 ترخيص عبر موقع السجلي بمجموعة رأسمال صادر قدره 116.2 مليون دينار جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاستعراض ابرز انجازات الوزارة لعام 2017 حيث اوضح الزياني انه تم تطبيق الية عمل جديدة لتقييم الطلبات الصناعية بحيث لا تتجاوز 18 يوم عمل اضافة الى تخصيص 36 قسيمة صناعية في المناطق الصناعية مقارنة مع 23 قسيمة صناعية في العام 2016 وفي القطاع السياحي فقد كشف الزياني عن نمو عدد الزوار لمملكة البحرين بنسبة 13% من 7.7 مليون زائر في 2016 الى 8.7 مليون زائر في 2017 بالنسبة لرقابة الشركات طبعا هذه القسم تم تفعيله وإعادة هيكلته في جزء الثاني من عام 2016 والقصد منه ان احنا نواكب اكثر قوانين واشتراطات الحوكمة وضبط السوق ايضا من التلاعب ومن الشركات الوهمية او الشركات اللي الضر بالاقتصاد الوطني الحمد لله لاحظنا ان في وقت زيادة المخالفات قلت ولكن المخالفات المرفوعة زادت هذا يعطينا توجه ان الرقابة زادت الحملات زادت والجهاز دي بدأ يشتغل الآن ويفعل حسب ما تم انشاءه